آية غيرت نظرتي لمشاكل الحياة أصبحت أحمد الله تبارك وتعالى بعد أن فهمت هذه الآية بهذه الطريقة بالفعل عندما تفهم بعض الآيات بطريقة معينة تكون حلاً لمشاكل لا تتصور أن تحل بهذه السهولة حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون حقيقة آية ربما معظمكم قرأها ولدي هذه المعلومة أن الحسنة بعشر أمثالها ولكن أنا شخصياً طالما فهمت هذه الآية على أنها تخص العبادات يعني مثلاً من قرأ حرفاً من القرآن كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الذي يصلي له عشرة أضعاف الذي يتصدق أيضاً الصدق بعشر أمثالها الذي يفعل الخير وهكذا ولكن الحقيقة الذي حدث معي أنني تعرضت ذات مرة لموقف سيء من قبل شخص واليوم أيها الأحبة في هذا العصر بسبب يعني عصر المعلومات كلنا يتعرض لأذى أو استهزاء أو لأكل مال أو لسخرية أو لظلم كل واحد يتعرض لعدد من المواقف وكل يوم يعني عصر حقيقة عصر مظلم نعيشه اليوم طيب ما هو الحل؟ أنا حقيقة بدأت أفكر بطريقة مختلفة أنا أعطيك تجربتي أخي الحبيب مع هذه الآية التي استوقفتني طويلاً حقيقةً طيب هذا الشخص الذي أساء لي وسبب لي أذى معيناً في أكل مثلاً مبلغ من المال مثال أنا أعطيك مثال أو شخص تكلم علي بسوء فسبب لي بعض الأذى أو شخص أساء لي في مسألة ما تعرضت لغش مثلاً من شخص لخدعة من شخص وكلنا يتعرض لذلك هذه هي الحياة للأسافيان فبينما كنت أتأمل هذه الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها طيب قلت الحسنة هل هي فقط فعل الخير والعبادات وقراءة القرآن؟ أم أن الصبر هو حسنة؟ يعني عندما تصبر على أذى شخص أليس هذا حسنة؟ طبعاً الصبر يعتبر من أعلى أنواع الحسنات على فكرة لأنه رأس الخلق حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق والصبر يعتبر العمل رقم واحد من حيث الأجر يعني أكثر عمل تأخذ عليه حسنات هو الصبر لأنه هو أساس حسن الخلق ما هو حسن الخلق؟ إذا أردنا أن نلخص حسن الخلق بكلمة هو الصبر أن تصبر على أذى زوجتك أن تصبر على أذى الناس أن تصبر على المرض أن تصبر على الظلم إلى آخرين طيب سبحان الله إذا كان صبري على هذا الشخص ثمانه عشرة أضعاف طيب لماذا أحزن؟ الحكس يجب أن أفرح طيب هذا الشخص المسكين عندما أكل هذا المال حراما طيب ألا يستحق الشفقة من أين سيأتي به يوم القيامة؟ مهما كان المبلغ الذي أكله في الدنيا لا قيمة له يعتبر صفرا أمام يوم القيامة لأنك يوم القيامة الوزن هناك ما هو؟ والوزن يومئذ الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب هذا المبلغ الذي تعرضت فيه لعملية نصب أو احتيال أو خدعة وأن أقول لكم أمثلة كثيرة الإنسان يتعرض لها كم ذرة فيه الحساب يكون بالذرة الواحدة انظر إلى دقة ذلك اليوم وانظر إلى دقة الحساب إن الله سريع الحساب طيب هذا الشخص بعد أن فهمت هذه الآية بهذه الطريقة والله أصبحت أشفق عليه طبعا أنا تلقائيا سامحته وسامحت غيره طبعا لأنني أدرك أنه يوم القيامة لن يستطيع أن يقدم لي أي شيء إلا أن يأخذ من سيئاتي فأنا مشفق عليه حقيقة من جاء بالحسنة فله عشر أمثال طيب أنا عندما عملت هذا الإنسان بالصبر صبرت عليه إذن أنا أخذت عشرة أضعاف هذا الصبر لأنه حسن طيب إنسان تعرض لأذى من زوجتي وكثير من الأزواج يتعرض وكثير من الزوجات يتعرضن أيضا لأذى من أزواجهن هل تعلم أخي الحبيب أو أختي الفاضل هل تعلمون أن الصبر الذي تصبره الزوجة على زوجها مثلا تأخذ عشرة أضعاف ما بذلته من صبر والزوجة الصابرة تدخل الجنة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انظر كيف يتحول الأذى إلى فرح لأنني أصبحت أفرح برحمة لا أنتظر ذلك اليوم عندما ألقى الله سبحانه وتعالى وأجد في صحيفتي عدد كبير من الحسنات بسبب الصبر الذي صبرته على أذى هذا الشخص أو هذا الشخص طيب الشيء الثاني الذي علمتني إياه هذه الآية أصبحت أحمد الله تبارك وتعالى أنني لم أكن مثل هذا الشخص طيب ماذا أفعل لو كانت أخلاقي مثل أخلاق هذا الشخص فأغش هذا وأخدع هذا وأشتم هذا وأغتاب هذا وأكل حق هذا وأظلم هذا طيب الحمد لله أن الله فضلني على أمثال هؤلاء وهذا مصدر إضافة للفرح أيضا عندما تشعر بتمييزك أمام الله عز وجل أنت مميز بين بني آدم هذا الإحساس نقله لنا القرآن على لسان سيدنا داود وسليمان عليهما السلام وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سبحان الله انظر عندما تشعر أن الله ميزك وفضلك على كثير من هؤلاء الناس البؤساء المساكين حقيقة ميزك عليهم وفضلك عليهم هذا مصدر للفرح جعلني أغير نظرتي للمشكلة ذاتها يعني كلما تعرضت لمشكلة سواء مادية أو معنوية أصبحت أنظر إليها بهذا المنظر أرى أن هذا الشخص المسيء يستحق الشفقة رقم واحد رقم اثنين أصبحت أشعر بأن الله فضلني عليه لم يجعلني مكانه ورقم ثلاثة وهي نتيجة منطقية أصبحت أقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده المؤمنين انظر معي أخي الحبيب فهمك للآية بطريقة مختلفة نوعا تجعلك تغير سلوكك بالكامل ليس من السهل صدقني ليس من السهل أن يتعرض الإنسان لأذى ومشاكل ويتعرض لعمليات نصب أحتيال ويتعرض لأكل حقوقه ويتعرض لظلم وكذا 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 ثم تجده هادئا مطمئنا فرحا برحمة الله قل قل بفضل الله وبرحمته فضل ورحمة فضل فضلا ورحمة رحمني أنه لم يجعلني مثل هذا المسيء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فعلا هذا الرجل أكل هذا المبلغ من الماء لا قيمة له سيموت ويترك كل شيء خلفه سيذهب عاريا وحيدا يدخل قبره وحيدا الذي يدخل معه فقط العمل سبحان الله بقي شيء واحد أيها الأحبة نريد أن نفهم هذه الآية معا أن الحسنة لا تعني فقط العمل الصالح بل عندما تصبر على أذى جارك هذه حسنة لك عشر أمثالها عندما تترك يعني شهوة هي موجودة فيك تترك نظرة محرمة لإمرأة فاتنة أو لفيلم أو لمقطع أو لإمرأة متبرجة تترك هذه النظرة من أجل الله وتحتسب الأجر عند الله هذه حسنة تأخذ عشرة أضعاف أجرها عندما تتحمل أذن من صديق عندما يتكلم أحدهم عنك بسوء فتشفق لحاله وتقول الحمد لله أنه أهداني الكثير من الحسنة أنت لك حسنة بعشر أمثالها عندما تتعرض لعقوق من ابنك واليوم للأسف يعني كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام عصر عقوق للأولاد لقد ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين علامات الساعة وبين عقوق الأبوين عندما قال وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه هذه ظاهرة انتشرت كثيرا فعندما تصبر أخي الحبيب على أذى ابنك أنت لك عشرة أضعاف هذه الحسنة لأنها حسنة الصبر هو وحسنة عظيمة جدا قد تكون سببا في دخولك الجنة لذلك أحبتي في الله احفظوا هذه الآية وافهموها بهذه الطريقة ستتغير نظرتكم لمشاكل وهموم الحياة إن شاء الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق